في إنجيل يحنى والصح 14 عدد 16 و 17 ربي ياسوع بيقول كده إنه أنا أطلم القاب بيرسل لكم معزي كده آخر الروح الكدس ويقول في عدد 17 إنه هو يكون ماكث معكم ويكون فيكم الآية دي خطيرة جداً ولما نورت في وقت من الأوقات في حياتي عمل التغيير الكبير لأنه أنا طول عمري كنت أعرف الروح الكدس الساكن فيي إنه أنا ساعة لما قابلت الرب ياسوع الروح الكدس الساكن فيه لكن في الآية دي الرب ياسوع بيقول حاجة مهمة جداً وعشان كده بعديها الآية اللي وراها بيقول لا أترككم يتامة بيقول ماكث معكم يعني هنا حتى في العرب بيقول فيه بيتكلم عنه إنه فيكم ومعكم فيكم ده جوايا ده عمل روح الكدس لأي شخص قابل الرب ياسوع لكن معاكم ده يعني شخص صديق ماشي معايا رايح المول هو معايا راكب السيارة هو معايا فده شخص بتكلم معايا وبيكلمني للكلم معناها الملازم شخص بالضبط البركليتوس المعزي اللي هو بيدافع عني ومعايا فأنا محتاج إن أنا أكبر مش بس في حتة إنه هو ساكن فيي لكن كمان إيه أختبره كشخص معايا في الطريقة ده معناها عزيزي المشاهد إنك أنت تقول له علمني أعيش العلاقة دي يمكن أنت عمرك ما جربت ومش عارف إزاي لأنه أساسا فكرك عن الروح الكدس إنه هو قوة هو تأثير معاين زي ما كنا بتكلم لكن جاءت وقت إن كنيسة تسترد هذه العلاقة ونعرفه أكتر وأكتر ونختبر الشركة دي فالنتيجة إيه بقى؟ أختبر رومية تمانية اتنين إنه أختبر عمل الروح الكدس اللي بيحررني من قانون الخطية وبالروح أميت أعمال الجسد